نبدأ ساعتنا الأولى من الحرى الليلة من ملف الحرب في غزة حيث قالت مصادر مصرية إن وفد حماس غادر القاهرة للتشاور حول الهدنة وسيتم استئناف المفاوضات الأسبوع القادم والمشاورات مستمرة بين الأطراف كافة للوصول إلى الهدنة قبل حلول شهر رمضان فما الذي أعاق التوصل إلى اتفاق للهدنة؟ لماذا فشلت المفاوضات إلى حد الآن؟ وهل مغادرة وفد حماس تؤكد عدم وجود تقدم في المفاوضات مثل ما تشير إلى ذلك المصادر الإسرائيلية؟ هدنة في المفاوضات الجارية من دون توصل إلى هدنة على الأرض تذهب الوفود وتعود كما جاءت ويبقى عدم التوصل إلى اتفاق العنوان الأبرز لسلسلة شاقة من المفاوضات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية طريق مسدود واجهته الجولة الأخيرة من مفاوضات الهدنة في القاهرة وفد حماس المصنفة على قائمة الإرهاب الأمريكية يعود أدراجه فيما الوفد الإسرائيلي لم يحضر هذه الجولة مصادر مصرية أفادت أن المفاوضات ستستأنف الأسبوع المقبل والمشاورات مستمرة بين الأطراف كافة للوصول إلى الهدنة قبل حلول شهر رمضان فحماس تقول إن إسرائيل لم تلبي بعد الحد الأدنى من مطالبها المتمثلة بالوقف النهائي لإطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة وعودة النازحين إلى بيوتهم والبدء في الإغاثة والإيواء والإعمار بحسب مسؤول في الحركة في حين ترفض إسرائيل هذه الشروط مؤكدة أن هجومها سيستمر حتى القضاء على حماس وتلوح منذ أسابيع بشن عملية برية في مدينة رفح بأقصى جنوب القطاع والتي باتت الملاذ الأخير لنحو مليون ونصف المليون فلسطيني نزح جراء المعارك والدمار في مناطق القطاع وفق الأمم المتحدة ويتضمن الاتفاق الذي قدم لحماس الإفراج عن بعض الرهائن الذين لا تزال تحتجزهم بعد هجوم السابع من أكتوبر كما يتم إطلاق صراح سجناء فلسطينيين محتجزين في إسرائيل وحاول مفاوضون من حماس وقطر ومصر بدون مشاركة مفاوضين من إسرائيل هذا الأسبوع التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة أربعين يوما قبل شهر رمضان الذي يبدأ الأسبوع المقبل لنقاش هذا الموضوع انضمن لنا من القاهرة عماد الدين حسين عضو مجلس الشوخ المصري ورئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية ومن تل أبيب يوحنان سوريف الباحث في معهد تل أبيب لشؤون الأمنية والقومية مرحبا بكما ضيفي الكريمين أبدأ معك سيد يوحنان ما سبب تعثر المفاوضات عدم وصولها إلى أي شكل من أشكال الاتفاق حتى هذه اللحظة شوف أنا باعتقادي إحنا ما زلنا موجودين في النقطة الأولى موضوع وقف إطلاق النار هو الذي يمنع التقدم في هذا الموضوع حماس تريد وقف إطلاق الحرب نهائيا وإسرائيل تريد وقف إطلاق نار لمدة معينة حسب السفقات التي تحصل خلال الفترة في هذه الفترة ولذلك إحنا موجودين في طريق مزدود الوضع داخل القطاع غزة هو صعب جدا وكل واحد الذي يقوله أي صلة مع السكان القطاع ويفهم أنه وضع السكان هناك صعب جدا وهو ضغط كبير على حماس لكي يوقفوا الحرب بصورة نهائية وحماس ليس لديها إمكانية أي الضغط على إسرائيل باستثناء هذه عملية التفاوض إسرائيل لا تتنازل في هذا الموضوع لأن بالنسبة إلى تفكيك الأحداث العسكرية للحماس ما زالت إحدى أهم شغوط الحرب هي أحد أهداف الحرب ولذلك إحنا ما زلنا موجودين في النقطة الأولى بغير كل الوقت الذي مضى دعني أسأل سيد عماد الدين هنا كل هذه الجولات وما زلنا عند النقطة الأولى كما يقول ضيفي من تل أبيب السلام عليكم ورحمة الله تحياتي لحضرتك ولكل أستاذ المشاهدين بطبيعة الحال هناك مشكلة حقيقية أن نتنياهو لم يصدر أي تعليمات لوفده بالعمل بجدية على قبول الهدنة نتنياهو لا يريد وقفا حقيقيا لإطلاق النار يريد وقفا موقفا سريعا للإفراج فقط عن الأسرة حتى تنتهي مشكلته مع الرأي العام الإسرائيلي الداخلي يعود بعدها لتدمير ما بقى من قطاع غازة الهدف الاستراتيجي الرئيسي لنتنياهو وفريقه المتطرف هو تدمير غازة لا أقول هذا الكلام كمصري أو كعربي أو حتى متعاطف مع الشعب الفلسطيني المقهور من سنة 48 لكن هذا مقال كتبه فيها أرتس الإسرائيلية يعناه جونين أمس يقول أن تدمير غازة هو الاستراتيجية الوحيدة الرئيسية لنتنياهو وبالتالي هذه المشكلة يعني حماس والمقاومة الفلسطينية قدموا مقترحات واضحة حتى يريد أن يفضي هذا الاختراح إلى وقف العدوان حتى لو على مراحل إلى الانسحاب إلى عودة النازحين إلى حرية دخول المساعدات يعني هذا هو نهاية أي اتفاق نتنياهو لا يريد كل ذلك يريد أن يأخذ فرصة فقط ثم يعيد لتدمير قطاع غازة هذا أمر غريب القضية الأخطر أن نتنياهو تسربت معلومات أنه يريد خطة لن تتوقف إلا بعد عشر سنوات يقول قد أنهى فيها قطاع غازة تماما أو حوله إلى مجمع الضفة الغربية هذه هي المعضلة ما الذي يريده نتنياهو أي وقف لإطلاق النار حتى رؤوا لمدة ستة أسابيع من وجهة نظر نتنياهو قد يعرضه إلى المسائلات الداخلية إلى المحاسبة وبالتالي تكون نهايته السياسية كما يقول العديد من الكتاب في إسرائيل سيد يوحنان ألا تعتقد أن الضغط ليس على حماس في داخل القطاع وحسب وإنما على إسرائيل على حكومة نتنياهو الضغط الدولي الوضعية الإنسانية ليست صعبة وإنما الكارثية في داخل القطاع لدرجة عدم القدرة حتى على إيصال ما يكفي من المساعدات والمجاعة بدأت بالفعل في مناطق من هذا القطاع ما قدرت نتنياهو على استمرار في ذلك أبعد شوف أنا باعتقاد علينا أن نمتنع من استخدام مقالات دعائية التي تنشر في الجرائد الإسرائيلية لكي نحاول أن نفسر الوضع الذي نحن موجودين فيه نتنياهو إلو مشكلة كبيرة داخل حكوماته وإلو مشكلة كبيرة مع غيران الإسرائيلية هذا إشه معروف مفهوم للكل لكن في نفس الوقت هو مطلوب لإتلاعمال كل ما بوسعه للإفراج على المختوفين إذا كنا نشوف فرق بينه وبين الوزراء الذي داخلوا لهذه الحكومة مثل بني جانز وقادي إيزنكوت الذي هم غير طبيعين لحزبه إذا كان بينهم فرق في هذا الموضوع كنت أقابل أن أوافق على هذا التفسير لكن أنا لا أرى أنه في هناك تناقض بينهم بالنسبة للصفقة للجهود المبذولة للوصول للصفقة في هذه المرحلة لذلك أنا أقول أن الموقف الإسرائيلي هو تقريبا موحد في هذا الموضوع حتى لو كان هذا الموضوع موحدا دعنا نضع جانبا مسألة الضغط الموجود على نتنياهو مع استثناء ضغط أهالي المختطفين أولئك يضغطون ويقولون يجب أن يتم الوصول إلى صفقة لا يهمنا كيف أو بأي شكل نريد أبناءنا لكن أنا أتحدث عن الضغط الإقليمي عن الضغط الدولي عن المبدأ الإنساني حتى بأي ذنب يعاقب مليونا غزي لأن إسرائيل لم تستطع أن تفكي كحماس حتى الآن بعد مضي أربعة أشهر أولا كلامك صحيح في ضغط من جانب العائلات هو ضغط كبير وموجود تقريبا كل يوم في أماكن عديدة داخل إسرائيل ولكن انت شايف أنه منذ خمس شهور لغاية الآن الضغط موجود وأنا مع العائلات ولكن لغاية الآن الوزن هذا الضغط لغاية أن لا يصل إلى الدرجة لأنه قادر يغير المواقف داخل الحكومة لأن التناقض الذي موجود بين الهدفين وعدم قدرة التنازل عن هذا لهذا هو كمان أشياء التي لازم تأخذ بين الاعتبار على طاولة المسؤولين يعني إسرائيل غير قادرة أن تضع نفسها في وضع الذي في النهاية ستكون فقدت كثير من قدرتها العسكرية إذا سمحت لحماس أن تستمر زي ما هي الآن في ممكانية أخرى علينا أن نطرحها وعلينا أن نتكلم عليها وإيا أن إسرائيل ومصر ودول عربية أخرى وكمان الولايات المتحدة يضعوا أمام حماس اختراح جديد خذوا كل وحداتكم اخرجوا من قطاع غزة خذوا الأسرة من السجنة الإسرائيلية واتركوا قطاع غزة لكي تبدأ حالة اتعاش جديدة لأين إلى أين إلى أداء دولة معينة ممكن قطع مستعدة أن تستوحب دعني أسأل في هذه النقطة سيد عماد الدي لباذا لا نفكر كمان في أفكار أخرى جديدة دعني أسمع بعض هذه الأفكار من سيد عماد الدين ما طرحه ضيفي من تل أبيب وهي نقطة منذ اليوم الأول تطرحها إسرائيل شخصيات رسمية وغير رسمية أريد فقط أن أسألك هنا في سياق هذا ومصر وسيط إضافة إلى الدوحة تسهلان تحاولان الوصول كمان تضغطان على حركة حماس لمحاولة الوصول إلى حل وإنهاء لهذه الحرب هل يمكن أن توصف كل المفاوضات والجولات بأنها حتى الآن فاشلت في الوصول إلى حل حتى الساعة قبل أن أجيبها على هذا السؤال لكن مما يمكن تسميته بالكوميديا السوداء أن الذين تركوا بلدانهم الأصلية في أوروبا الشرقية وروسيا وألمانيا وكل دول الغرب والمغرب ومصر والعراق واحتلوا دولة بالقوة واقتصبوا وطنا يطالبون الشعب الأصلي لهذه الأرض بالمغادرة وأن يحلوا محلهم هذا آخر استعمار حديث في العصر الحديث وبالتالي كل تجارب الاحتلالات والاستعمار انتهت في العالم كله لم تبقى إلا الاحتلال السرعي طيب عقبت على هذه النقطة جميع أسؤالي وبالتالي هذه يعني أقرب نعم الجزء الثاني وهو بطبيعة حال مصر تقول أن المفاوضات لم تفشل أن هناك استيناف للمفاوضات أول الأسبوع المقبل أن هناك جهود حسيثة تبزل هناك تواصل مصري قطري مع الولايات المتحدة ومع إسرائيل أيضا للوصول إلى صفقة عادلة تتيح إنهاء العدوان الإسرائيلي يعني تحقق تفرج عن الأسرة لكن لا تجعل إسرائيل تحتل غزة كما احتلت ضفة وتحاصل غزة إلى الأبد وتحقق حلم اليمين المتطرف الذي حتى يواجه بمعارضة من نصف المجتمع الإسرائيلي على الأقل هذا هو يعني الإسرائيل تعتقد أو الحكومة الإسرائيل تعتقد أنها ستحقق بالمفاوضات مرم تحققها بالحرب أو تدمر غزة تدميرا كاملا هل في الأفق المنظور استعداد للنظر نحو صفقة ليست فقط لإنهاء الحرب في غزة سيد يوحنان وإنما لوضع أسس تنطلق منها أو ينطلق منها حل دائم وشامل للسلام في المنطقة حل الدولتين الذي تقول واشنطن مرارا المتكرار يقول المحيط تقول دول الغرب يجب أن نبدأ فيه فعليا حتى يعني نطوية هذه الصفحات اتباعا جاوبك لحظة بس أريد أن أقول دائما العرب والآن زميلنا من مصر يتكلم كأن إسرائيل من خلال هذا الكلام تحاول أن تعمل تهجير إلى سكان قطاع غزة أنا تكلمت على وحدات حماس التي هي مسؤولة على الوضع القطاع غزة هي السبب الغيس إلى هذا الحرب لذلك أنا أقول عليهم أن يتركوا المنطقة أنا لا أحكي لا على على السكان القطاعي الذي لازم يخرجوا ولا تهجير ولا إلى خيرين هذا ليس له أي علاقة ورجاء خلينا نترك كل هذه الدعاية هذا ليس حديثنا في هذا المرضو الآن للجواب للسؤال الذي أنت سألتني شوف المعروف للكول أنه هناك تقريبا إجماع إسرائيلي على تفكيك قدرة حماس العسكرية ليس لو علاقة مع نتنياهو أو أي رئيس مزراء آخر بعد 7 أكتوبر بعد وحشية حماس التي تبينت في 7 أكتوبر لا يوجد تبرير لاستمغارية المحدات العسكرية لحماس في منطقة قطاع غنسا هذا يعني تقريبا إجماع إسرائيلي الآن بالنسبة للخطة الأمريكية هي خطة حسن في اعتقادي خطة مهمة وإيجابية المشكلة الآن في إسرائيل هي عدم وجود حكومة التي قادرة تتخذ قرارات مصرية بخصوص هذه الخطة دعني أسمع من سيد عماد الدين سريعا ولدي أقل من دقيقة دعني أسمع منه هنا هل من الواقع حتى استدعاء أنه قبل رمضان سوف يتم الوصول إلى اتفاق إذا كان رمضان من المحتمل أن يكون الثلاثاء هل فعلا من الممكن الوصول قبل الثلاثاء الاثنين أو الثلاثاء أتمنى أتمنى ذلك لأن ما يحدث إسرائيل انتصرت انتصالا كسحة على الأطفال والمرضى والنساء الفلسطينيات وعلى البشر لا أقصد بعيدا عن التمني على معلوماتكم مع المجانب المصري الذي قال ستستانى في الأسبوع الماضي لو استمرت تفكير إسرائيلي كما هو فلا نصل لهدنا في أول رمضان للأسف الشريط عماد الدين حسين من القاهرة عضو مجلس الشيوخ المصري ورئيس تحرير صحيفة الشرق المصري يام تل أبيب يوحنان سوريف الباحث في معهد تل أبيب للشؤون الأمنية والقومية شكرا لزيلا لكم